السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بي دي زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على المدرب ملودية الجزائر وين يخرج عن صمته في قضية قضية الفيديو يعني الفاضيحة الأخلاقية بين اللعابين في ملها ليلي تعرف باللي غياب إدارة يعني غياب تام غياب تام من المدرب حتى للإدارة يعني غياب بمعنى كلمة حتى بالمنتخب الوطني وين شد في دي وين ذاك يشام العقبي مع بليلي ومع بون جامعة يهدروا على الشراب يهدروا على الشراب يقولوا جاء يقولوا محرز يقولوا على على بليلي قلوا بلي راني فرحان بك دخلت الإسلام ما لا أعلم لا أعلم أنا داخلين في تربوس ونا جاء داخلين لا أعلم لنسي الله قد ينتهي أخير أنا ساكتين اللي منحصوش باللعبة عن مولودية يا ودي كائنين الهول الهول واللهوال كائن الهول واللهوال ما شركم غالطين عشاء كائن ولا لا كوب دافريك رفدت عشاء كائن صوالح ولا لا كوب دافريك رفدت هذا مكان ويكشف مدرب نادي مولودية للجزائر نابير نغيز في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري وانتعرض لصدمة قوية وهو يشاهد مقطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه بعض من لعابين الغارقين في سهرة بأحد الملاهي الليلية يعني على بلك عيب علىه يقوله عيب علىه يقوله عيب علىه زعمك مشي حق عليهم يقولوا بلي مشي حق عليهم لازم يكونوا هما قدوة الدكليمين يمليكادي يشوفوهم قدامهم عشاق يكون هو عاشق للمولودية الصغير يشوف يشوف هذا اللعابين عيب لازم تكونوا قدوة تكون قدوة للجوارينك تكون قدوة للخوتك في الدار من لا تخوك ذات اللعابينже تكون قدوة للجواريك Gavin يضحون بشكل فكو للعودة وبشكل فكو لما يشتغل المساجين ويقوم بشكل فكو بالمليار وهو هو المساجين يجب على وصل بالعودة يجب على أينه هذا هو النصول يدخل عند البداية يشري الحم يجب أن ينصرون والذين ينصرون يلم يكونوا معاً كانوا في شكل فكرة لكن يستمتعون كنا نشوفوا بكلية الناس كانوا يحل المالة والخدام ذاك تعلبوشي يحطها لكي ماك وليك كبس كامل ويخلي ذاك الخدام التاعوب قاعد في القهوة لماك والله يدخل رمضان عنده زوج كباس كي ماك يكلهم الحم والدم الغاش يتشوف يحل عليه المالة ويحطها يقولوا لا 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 دللي كرتون دللي كرتون حبس 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 الحبس لهم طريقهم تلولوا كرتون ويضربوا ويضربوا كرتون حين الإس laboratory يشوفوا كرتون والله يصبع لهم وضربوا كرتون والله يضربوا في المالة ويضربوا الكبس ويضربون المالة هذا الوثوار ويقاموا بالله ويضربوا في مالة ولماذا نرى في المالة كانوا يحبون فيما الحم والأرض يديرون في الشورب يحشنNext يريدون يديرون مالك ويقولوني من الغالبكي باكي الأربع هذه هي استطرتوا على روحكم استطرتوا ستجدوا كل شيء لا الحم لا أعظم لماذا حم؟ أخبرتكم ويحصلوا قع فيكم أنتم كل شيء ويقوموا بإمكانكم بإمكانكم المبليات ويقوموا بإمكانكم ويقوموا بإمكانكم ويقوموا بإمكانكم ويقوموا بإمكانكم ويقوموا بإمكانكم إنه لم يكن الواحد الذي صدم بمشاهدة المقطع الفيديو بل إن الشعب الجزائري بإمكانه تعرض لصدمة كبيرة وهو الآخر وأبدى المدرب نادي العامد قمة غضبه قائلا إنه لم يكن ينتظر تلك الفاضيحة من أولئك اللعابين مؤكد أنهم عاشوا 48 ساعة صعبة للغاية في نادي مولودي الجزائر الأمر الذي أثر عليهم في مبارتهم أمام نادي سريع غريزان يوم أمس الأحد وأكد نغيز أن منحي اللعابين يوم راحة يحتم عليهم قيام بعملية استرجاع وليس القيام بتصرفات مخالفة للأخلاق المستمع الجزائري مؤكد أن كل واحد من اللعابين الذين قاضوا الصهرة في المنهى الليلي مطالب بتحمل كامل مسؤولياته وأشار نغيز إلى أن مستقبل صعب ينتظرهم في حال لم يتحد الجامع في نادي مولودي الجزائر الذي عاش الأزمات إدارية عدة مواسم حالية أثرت على نتائجهم في المسابقة والمنافسة دور أبطال إفريقيا وأصدرت إدارة نادي مولودي الجزائر يوم أمس الأحد بيان على صفحته الرسمية في الفيسبوك أكدت فيه عقد اجتماع طارق للنظر في قضية الأربع اللعابين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الفاضيحة في أحد ملاهي الليلية كانوا في موعظة عن تشابة وردع سيحصلوا فيكم أيام الإدارة المسؤول من كل شيء أيام إدارة مسؤول الإدارة نرمام يديروا اجتماع طارق على الروحهم ويروحوا هذا صابوا تاكية حصلتوا في اللعابة أي اطردهم الأبوها زعامة أبوها رجالة بل اطردناهم وإحنا نخموا إحنا نخموا إحنا عنا حب النادي واحترام النادي يا والله العظيم يا والخيانة والقدام السريقة والقدام ما كان لا حب لا عشق لا أزواج الأولو ليجي يبدل الجنسية فرنسا أنا شدت لا بلي بليكين ثلاثة تعليم فريزيدون قضبوا ملودية هذا المدومي ديسات ورواح قارنوا في فرنسا ودارين كوميرس في فرنسا قارنوا في فرنسا ودارين كوميرس في فرنسا ما كان لا منا لا ملهي كاذا قال لي دي غلطكم وانقررت إدارة النادي العاصمي توقيف كل من علاتي والربيعي وعدادي وبنساح من الفريق الأول مع تسليط العقوبة وإجراءات في حقهم قال البيان ذاتي إنه سيتم كشفها لاحقا بعد فتح التحقيق معمق في ملابسات ما اسمها بالفضيحة يعني من يبغوا يشوف هذو الخيان هذو كيبغوا يكتلوا قضية يكثروا لها جلسات جلسة مرجلسة أرجى نشوفه أرجى نشوفه أرجى نشوفه يقارعو ماهب يقارعو طيارات الطرق ويختر أو القمر يدخل في السمش يقارعو نملة اهدر يقارعو ماهب طيف وريطيح أو لازلافة التهرس الشاب يذهب منه ينسمي أياو نوضوا غاشي يخلصوا غاشي ينوضوا يغنوا عليهم ويقولوا عمو رنمعك عمو عمو رانا معك ايا رانا معك عمو ايا راحت في عمو ايا مننا ايا زياروا لهم غنيا اوالله عدادي عدادي في غطر جوالة ايا كل شي يروح انا اقولكم كما يقول لها قارعوا الزبان يهجموا قارعوا احدا يوم العيد الكبش اوالله وهم كبش يهدر يقولوا كبش يقولوا عبسوا عبسوا ما تزبحونيش كما هاكا كما عاملي قالوا لهم كما عاملي وضعوا وكمش يكون في ضحقتهم في البول هذا clichي قالوا من عندي جديدا برية والوا mol ويقول ومن يوم التكون من يجب القاسة او القاد没有 اهوالله او معورته او ابدي عمcy اوهو الامر ان عمري الان الو مزحى ايجي ويكون اوهły ايجو ش necessiter اوه 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 يت ست soldier وشددت إدارة العابد أنها لن تتلاعب أبداً في كل ما يتعلق باسم الفاريخ وهويته ومبادئه وقيم النادي مولودية الجزائر أحد أعلى قبل أندي كرة القادمة الجزائر روحوا تربحوا هذه روحوا 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 بالقومة التحسن الغاشية روحوا تم استقلوا تم حطوا استقالة تم الإدارة كونفليت روح اللعابة كصابكم الرجال لا يروحوا يصرحوا 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 لا يروحوا يصرحوا يصرحوا لعابة كصابكم ويدلوا بريزيدو فلان 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 صعيب لا 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 يروحوش والله اللي موتوا على النادي كصابكم عارفينكم باللي على الفاتحة عدراهم وكان عشبال مدر بنغيس قد سقطوا في فخت عادل إيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم يوم الأمس الأحد أمام المضيف من نادي سريع لزام بأرضية الميدان الملعب خمسة جولية لحساب الجولة من الدور الجزائي لكورة القدم ليحتل العامين المركز التاسع براسيد 35 يقول دي عدك عكم لاح عدك عكم لاح نور مرمو دعمكش تمال لعابة ترجمة نانسي قنقر